مرحبا أهلا وسهلا فيكم بأول محاضرة بمادة البيو كيميستري لسيستم الكارديولوجين إن شاء الله يكون هذا السيستم لطيف عليكم كتير مفيد كتير ممتع الكارديو هنحاول انبسط البيو كيميستري as much as possible في ظل هاي السلايدات المش لطيفة فأيلا let's start طيب هلا بحكم خبرتي الطويلة مع هذا الدكتور وسلايداته ففيه two parts لازم إنه نقسم المحاضرة لهم أول part هو part الفهم فحنحاول نشرح على صور على رسمات نفهم الكلام المكتوب هون لأنه to be honest صعب إنه نفهمه directly من السلايدات تحسوا الأمور معجوقة داخلة ببعضها والpart الثاني هو إنه نرجع نمره على السلايدات نتأكد إنه حكينا كل المعلومات الموجودة لأن الأسئلة بالنهاية بتيجي نوعا ما من السلايدات حرفي بس بدها تكون فاهم حتى تجاوب سويلا let's start طيب هلا موضوع محاضرتنا اليوم هو بيحكي عن الانرجي اللي بيحتاجها القلب لحتى يشتغل أول شغلة لحتى نفهم شو القلب وشو شغله وليه بيحتاج انرجي وشو أشكال الانرجي خلينا نشبهها بالبومب إذا حدا عمره شاف نافورة أو عنده بالبيت نافورة أو شلال مبدأ نافورة أو شلال بيعتمد على فكرة إنه يكون في عندنا بومب يعني هاي عندنا النافورة هون في عندنا بومب وظيفة هاي البومب تجمع المي الموجودة بالقاع تاخدها واتطلعها تضخها لفوق لحتى تنزل هاي المي من الجوانب هاي ببساطة عملية البومبينغ إنه انت تاخد السوائل أو الدام خلينا نحكيها معنى عن نفورة ناخد السوائل من القاع نمشيها عكس لجرافتي هاي فكرة إنه انت تمشيها عكس لجرافتي بدها مجهود بدها طاقة فالنافورة بتستخدم كهربة كصورة من صور الطاقة لحتى تدفع هذا المي عكس اتجاه لجرافتي وبعدين تطلع وتنزل مرة تانية لنرجع نعيد السايكل مرة ومرتين وثلاثة واربعة إلى المالة نهاية طالما انت مشغل هاي النفورة تمام القلب بيشتغل exactly the same concept بيجمع الدم اللي ماشي بالأوعية الدموية من كل الجسم بتوصل بالنهاية هاي الأوعية الدموية كلياتها للقلب بتجيب الدم للقلب بعدين القلب بده يمسك هذا الدم يعمل انقباض لحتى يضخ هذا الدم مرة تانية على الجسم على كل خلية من خلايا الجسم فبالتالي هاي العملية بنسميها cardiac work load او cardiac work او الwork load تبع الهارت هي عملية البومبينج انه القلب يجمع الدم بعدين ينقبض كل العضلات اللي فيه تنقبض على شكل وحدة واحدة بحيث انه تستطيع من خلال هذا الانقباض وضخ الدم مرة تانية للأوعية الدموية وتودي على كل أماكن الجسم هاي العملية اللي هي cardiac work او cardiac work load عملية بتحتاج للطاقة بس جسمنا ما بيستخدم طاقة كهربائية اكيد طاقة اللي بيستخدمها الجسم هي الاتب فالفكرة هو انه احنا بدنا ندمج بين ال cardiac work اللي هي بنسميها مصطلح تاني ال demand ال demand اوكي اللي اشي المطلوب مننا نعمله مع ال supply اللي هي كمية الطاقة اللي رح توصل للهارت فهاي ال coupling بين ال demand وال supply بيسموها excitation contraction coupling تمام في عندنا دم وصل في عندنا طاقة متوفرة للخلايا العضلية بالهارت فالهارت عمل contraction فاشتغل اوكي سوهذا هو مبدأ عمل الهارت انا في عندي work load معين في عندي وظيفة معين لازم اني انا اعملها وهاي الوظيفة دائمة يعني لازم الهارت تضل يعمل contraction cycle وrecycle وrecycle اذا اقف فخلص احنا بنموت ما في دم يوصل للorgans ما في supply للتشو تمام فلازم تكون هاي العملية مستمرة وبالتالي لازم نحافظ على طاقة متوفرة ومستمرة دائما للهارت لحتى يشتغل طب كيف بدها تيجي هاي الطاقة او شو مصادرها هذا هو الاشي اللي احنا بننعرفه بس نخلي ببالنا انو انا بدي اشي يعطيني طاقة بشكل مستمر اعتمد عليه دائما مش اشي يجي ويروح اوكي الهارت من اكتر الorgans اللي بيحتاجوا طاقة لحتى يشتغلوا او بيستهلكوا طاقة من مخزون الطاقة اللي بالجسم فهلا بننفوت deep down بهاي القصة ونفهم انو شو مصادر الطاقة اللي رح يعتمد عليها الهارت لحتى ينتج ATP لحتى يقدر يعمل الwork المفروض عليه اللي هو البومبنج اكتيفتي لكل البودي تشو لكل الاماكن اللي بالجسم لكل الخلايا اللي بالجسم اوكي حكينا انو دائما شغال highly oxidative organ ايش يعني يعني بيحتاج اكسوجين بيحتاج اكسوجين عشان يضلو شغال هنحكي اكتر عن هاي الاسطلة قدام حكينا لازم يكون في بالانس بين الwork load تبع الهارت الهدف النهائي منها هو نوصل لفكرة البومبنج 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 لكل البودي تشو فهي الارم الاولى تبع الالكواليبريم مع الارم التانية اللي هي الانرجي الانرجي لحتى نقدر نحافظ على الالكواليبريم فعشان هيك عشان الهارت يضلو شغال عشان الكارديك باور تضلها عالية لازم انه نقدر نصنع اي تي بي وافضل طريقة لتصنيع الاتي بي هي الاكسيداتف فوسفوريليشن اكيد تسمعين بهذا المصطلح قبل لحتى نحافظ على هاي الميكانيكال فونكشن تبعات الهارت سو لاتس جو ديب ونحلل هادا الكلام بصورة اوضح اتفقنا انه الهارت عشان يضلو شغال بدنا اي تي بي تمام هاي الاتي بي من وين بدي اجيبها شو مصادرها كيف بدي اصنعها اتفقنا انه مصدرها الاساسي اشي اسمو اللي هو فوسفوريليشن ايش يعني اكسيداتف فوسفوريليشن الفوسفوريليشن معناها انو انا في عندي انترميديت رح اصنعهم زي الناد اتش زي الفاد اتش تو رح اجيبهم هدول الناد والفاد اتش تو رح ادخلهم جو الميتوكندريا بعدين جو الميتوكندريا رح ادخلهم بيش يسمو l-ETC cycle election transport chain هدول الطاقة اللي موجودة فيهم على صورة إلكترونات إلكترونات جواها طاقة فأنا بدي أعمل إكستراكشن لهاي الإلكترونات وهدول الأطشات بدي أخدهم بدي أدخل هاي الإلكترونات بسلسلة من التفاعلات نهايتها الأكسوجين وهاي الإلكترونات وهي عم تنتقل عم تنتقل عم تنتقل عم بتحط طاقة كامنة جوا هاي السلسلة هاي الطاقة الكامنة بالنهاية رح أستخدمها بإني أنا رح أصنع ATB رح أخذها هاي الطاقة وأصنع ATB أضيف فوسفيت على ADB وأحولها إلى ATB وأخذ آخر مستقبل لهاي الإلكترونات يعني أنت هون عم بتدخل طاقة وعم بتطلع إلكترونات من الناد والفاد هاي الإلكترونات وهاي الـ H+, اللي أنت عم تاخدها رح تدمجها مع الأكسوجين اللي هو المستقبل النهائي وأحولها لموليكيول of H2O فعشان هيك اسمها Oxidative Phosphoration Oxidative إنه آخر مستقبل الأكسوجين Phosphoration إنه أخذنا ADB اللي فيه low energy وضفنا عليه PI فتحول لATB صار high energy هاي العملية Oxidative Phosphoration وين بتصير جوه الميتو كوندريا بعملية اسمها ATC طيب فهيكي فهمنا إنه ATB انتاجه عن طريق Oxidative Phosphoration Oxidative Phosphoration وين بتصير جوه الميتو كوندريا بيسايكل شو اسمها ATC هاي الـ ATC شو فكرتها إنه فيه إلكترونات عم بتنمشي عم بتحط طاقة كاملة هاي الطاقة الكاملة رح نستخدمها بإنه ننتج الـ ATB وبالنهاية فيه عنا بروتونات وفيه إلكترونات لازم يكون فيه لها مستقبل نهائي ليهو الـ O2 لحتى ننتج H2O طيب ضل نفهم هدول الناد والفاد من وين إجوا كيف بدي أصنعهم من وين بدي أجيبهم طيب هلأ مصادرهم كالتالي أنا في عندي أكتر من مصدر بقدر من خلاله أصنع هدول الـ Intermediates ودخلهم على الميتو كوندريا By the way Cardiac Cells خلنا نفهم من وين جاية هي عبارة عن نوع من أنواع الخلايا العضلية صح؟ صح في عنا ثلاث أنواع من الخلايا العضلية ونوع منها هي 30% من حجم عبارة عن ميتو كوندريا تخيلين؟ وهاي الميتو كوندريا قادرة أنها تعمل Oxidative Phosphorylation وتعمل كتير شغلات طيب هلأ بنا نفهم هدول الناد والفاد كيف بديهم يروحوا على الميتو كوندريا تبعون الكارديك مايوسايت أو شو مصادرهم؟ أوكي تقريبا تقريبا 60% من هدول الناد والفاد صنعناهم أو 60% من الطاقة تبعة الهارت خلينا نقول إن جنرال صنعناها من fatty acid free fatty acid أوكي 35% من هاي الطاقة أو من هدول الناد والفاد رح نصنعهم من خلال الكلوكوز أو الكاربوهايدريت خلينا نقول إن جنرال وخمسة بالمية من هاي الطاقة رح تتصنع عن طريق إشي اسمهم ketone body وعن طريق amino acid فهي هدول التلات مصادر إذن المصدر الأساسي للطاقة أو لإنتاج الطاقة بالهارت شو هو؟ 3 fatty acid 2nd source هو الكاربوهايدريت أو الكلوكوز 3rd source اللي هو كتير قليل ketones و amino acid النقطة اللي بتجمع هدول التلاتة بغض النظر شو كانت البروسيس هي إنه أنتج إشي اسمه acetyl-co-A acetyl-co-A فإذن بغض النظر أنا بلشت من fatty acid ولا من glوكوز ومن ketones و amino acid نقطة نهائية اللي بتجمعهم إني أكون acetyl-co-A ف60% من الكلوكوز 35% من الكلوكوز 5% من الكلوكوز 5% من الكلوكوز بعد هيك هاي acetyl-co-A بتفوت على الميتو كوندريا أو هي أصلاً بتتكون جوه الميتو كوندريا بتفوت بإشي اسمه Krebs Cycle Krebs Cycle وهاي اللي Krebs Cycle الـ acetyl-co-A الوحدة قادرة إنها تنتج لنا NAD و FAD و Free ATP بالنهاية الone cycle الone cycle بتعطينا total 10 ATP لما أجي أخذ الناد والفاد وحولهم الـ ATP الـ cycle الوحدة أو الـ acetyl-co-A الواحد بيعطينا 10 ATP هذا الرقم للحفظ أوكي فإذن صفة النقطة اللي بتجمع هدول الثلاث شغلات هي الـ acetyl-co-A والـ acetyl-co-A مجرد ما تكونت بتدخل بالـ Krebs Cycle Krebs Cycle لفة هاي لفة بتنتج لنا NAD H بتنتج لنا NAD H بتنتج لنا NAD H بتنتج لنا FAD H2 بتنتج لنا 1-A-T-B فبالنهاية هاي السويكل رح تنتج لنا total 10-A-T-B زي ما أنتوا عايفين إنه الـ NAD H بيعطينا 2.5-A-T-B سوري 2.5-A-T-B والفاد H بيعطينا 1.5-A-T-B فأنا بهاي السويكل بكون 3-NAD H أوكي فبالتالي 7.5-A-T-B واحد فاد H فبالتالي صار عنا 9-A-T-B واحد 1-A-T-B كامل أوكي وهيك أنتجنا طاقة استخدمنا طبعا الـ NAD والفاد دخلنا بالـ Mitochondria ATC cycle Oxytil Phosphoration فأعطتنا ATB فهاي النقطة إنه حجر الأساس أو حجر الالتقاء للـ 3 bathways والأس الكوعي جدا مهمة وهي السايكل وتكملتها كيف بتكمل جدا مهمة سو لهون الأمور عنا تمام نحن نحن عن تفاصيل أكتر بما يخص الجزء العلوي من هون لهون نحن بمحاضرة اليوم نحن نحن أكتر شي عن الجلوكوز وكيف أنا رح أدخل الجلوكوز كيف رح أحول ها لأستي الكوعي هي مراجعات أمور أنتم مرأت معكم بسيستم الاندوكران شرحت لكم أصلا بارت كبير منها بعد المحاضرات اللي جاي حنحكي أكتر عن الفاتي أسد رح نحكي أكتر عن الكيتون والأمين أسد لكن خلينا نتفق على الفكرة التالية الكارديك مايوسايت بيعتمد بشكل أساسي على الكاربوهايدريت اللي موجود بره بالدم وعلى الفري فاتي أسد اللي موجود بره بالدم بتقدر تخزن كمية كتير قليلة من الجلوكوز على صورة غلايكوجين ومن الفري فاتي أسد على صورة التري غليسرايد لكن مخزون جدا جدا صغير مقارنة مع أنواع تانية من العضلات مثل الخلايا العضلية التي هي ستريات المصل سأعيد ونكرر نحن نعتمد بشكل أساسي بالهارت على الفري فاتي أسد والجلوكوز والكيتون والأمانو أسد الموجودة بالدم التي ستوصل للكارديكمايوسايت ستستهلك أغلبها بأنها تحولها لاتي بي وجزء صغير ستحول أو تخزنه على صورة غلايكوجين على صورة التري غليسرايد اتفقنا فإذن أول خطوة التي نفترض هي لدينا الكارديكمايوسايت لازم بالبداية أنه يكون في عندها مستقبل تدخل من خلاله الفري فاتي أسد من الدم لجو الكارديكمايوسايت وهذا الفري فاتي أسد خلينا نقول بعطي رقم هون وهمي عشان تفهموا الفكرة 90% رح أستخدمه أحوله لأستيلكو A وأحوله لأي تي بي و10% رح أخذنه لوقت الحاجة على صورة التري غليسرايد إيش يعني في عندنا ثلاثة فاتي أسد ورابطين بجليسرول موليكيول نفس الشي لجلوكوز رح أخذ لجلوكوز من بره رح أدخل هذا لجلوكوز أغلبه رح أدخله بعملية اللي نهايتها أنتج طاقة أو جزء صغير رح أخذه رح أحوله لجلوكوجين لكن بكمية كتير قليلة لوقت الحاجة فهي القاعدة العامة طيب كيف الفاتي أسد بيدخل على الكارديك مايوسايت وشو مصادر الفاتي أسد أول شغلة الفاتي أسد لازم نعرف إنه تيجينا عن طريق الأكل صح هلا أكيد حققنا هذي الأشياء بالإندوكراين إنه في عنا تريغليسرايد بناء كلها تتحول لكايلو مايكرون برضو في عنا من الليفر إشي بطلع اسمه VDRL هذول بيكون فيهم كتير رسبة عالية من التريغليسرايد تريغليسرايد بعد هيك بيصير له أبتيك عن طريق اللايبوبروتين لايبيز وبياخد هذا التريغليسرايد بيخزنها جوال فاتي تيشو لحد ما نحتاجه احتجناها الفاتي تيشو بتطلع التريغليسرايد منها بيتحلل هذا التريغليسرايد اللي حكينا هو عبارة عن ثلاثة فاتي أسد عن طريق إشي اسمه هورمون سينستيف لايبيز هذا الهورمون سينستيف لايبيز رح يطلع لنا فري فاتي أسد بره على السيركوليشن نسموها أن إستريفايد فري فاتي أسد وهاي نسبتها تدل على الديل في الانرجي اللي عنا إياه كل ما كان نسبة الأن إستريفايد فري فاتي أسد بالدم عالية هذا معناه إنه في كمية طاقة كافية للقلب إنه يشتغل لو كانت الكمية قليلة فبفهم إنه ما في كمية طاقة للهورت إنه يشتغل في عندي مشكلة الهورت رح يدخل بإسكيميا ما في كمية طاقة كافية سبلاي لا يوافق الديماند فهاي الأن إستريفايد في ريفاتي أسد ليفل بالدم أو بالسيركوليشن بيسيكلي إتريفليكت الوظيفة تبعة الهورت هل هيشتغل بصورة تمام أو هيكون في مشكلة على شغله لأنه هي مصدر الطاقة الأساسي بعد هيك هذا الفري فاتي أسد بيعمل سيمبل ديفيوجن بيدخل من خلال السلم برين تبع الميوسويد وبعد هيك بيفوت بملتبل بروسسيز بده يصير بعدين عن طريق سير ترانس بورتر بدخل جوها الميتو كوندريا رح يعمل عملية اسمها بيتا أوكسيديشن بتصير جوها الميتو كوندريا والنتيجة النهائية هي تصنيع الأستيركوي هاي تفاصيل هاي تفاصيل رح نحكي عنها بالمحاضرة الجاية هلا إحنا تركيزنا على الجلوكوس طبعا لا تنسوا الفري فاتي أسد لما بيدخل إحنا حكينا يمكن 80 أو 90 أو 90 بالمية أدخله ببيتا تحتاجت بالنكست طاقة فين يستخدم مخزون الترايج اللي عندي وأحلله مرة تانية لفاتي أسد أو أخذ من بره وهكذا تستمر المعادلة طيب نروح على الجلوكوز هلا الجلوكوز موجود بالدم فأول خطوة هو أنه بنعمل أبطئك لهذا الجلوكوز بره من الدم ودخله على جوه الميوسايت بيدخل عن طريقة ترانسبورتر معين اسمه جلوت فور وأكيد مش أول مرة بتسمعه بالجلوت جلوكوز ترانسبورتر فور إذا تذكروا كان فيه معلومة جدا مهمة عنه هي إنسولين ديبندنت إيش يعني إنسولين ديبندنت يعني إذا الإنسولين موجود بالإضافة هي أول شرط الشرط الثاني إنه فيه يعني بره فيه والشرط الثالث إنه أنا أكون بحالة اكتف أو المايوسايت بحالة اكتف تحتاج طاقة هدول الثلاث شروط إذا تحققوا الجلوكوز رح يسحب حاله ويدخل عن طريق لجو المايوسايت إذن إنسولين موجود موجود والعضلة بحالة طاقة اكتف والأكسجين متوفر الجلوكوز رح يدخل عن طريق الكارديك مايوسايت في ترانسبورتر تاني بيساعد اللي هو اسمه جلوت 1 جلوت 1 هده مو إنسولين ديبندنت هده مساعد أكسسوري بس مش المين إذا إجانا سؤال شو المين ترانسبورتر للجلوكوز هو جلوت 4 شو أهم نقطة فيه إنه إنسولين ديبندنت المين source of energy الكارديك مايوسايت هو un esterified فاتي أسد لن خربت بين هدول النقطتين طيب دخل الجلوكوز عنا عن طريق glot 4 وأحيانا glot 1 شو next step بدي أحلل هذا الجلوكوز حتى أحاوله بالنهاية لأسيت الكو A هاي عملية التحليل شو اسمها glycolysis كنا ناخد مولكيول من الجلوكوز نحللها بالنهاية لتو بايروفيت وبعد هيك طبعا هاي بتصير بستايتو بلازم بعد هيك هدول التو بايروفيت فيه لهم أكتر من مصير إذا أنا بدي أحولهم إذا أنا ما عندي طاقة ما عندي ATP بقدر أدخلهم طبعا وأحولهم لأستيل كو A بدخلها على الميتو كوندريا بحولها عن طريق انزيم اسمه بايروفيت بايروفيت دي هايدروجينيز انتو أستيل كو A وهاي التفاعل باي the way كان ينتج لنا ناد أتش صح صح تمام فكان في عندنا هذا التفاعل بايروفيت دي هايدروجينيز يحولها الاستيل كو والاستيل كو A تفوت بالTCA سايكل أحيانا أنا ما بيكون بحاجة لطاقة أنا ما بدي خلاص عندي كمية كافية من الاستيل كو عندي كمية كافية من الATB ما عندي أكسجين وبالتالي ما حادر أكمل السايكل فالبايروفيت في لها مصير آخر أول مصير ممكن تتحول لألنين لألنين أماينو أسد وهذا الألنين بيقدر يطلع بعد هيك من من الكارديك مايوسايت ويروح على الليفر وبالليفر يتحول يفوت بسايكل اسمها كهل سايكل I think هيك كهل سايكل ويرجع مرة تانية يتحول لبايروفيت وليجلوكوز جوى الليفر فهاي تاني فيت لبايروفيت زين أول شي حكينا يتحول من بايروفيت لأستيلكو A هنا نستخدم لون آخر تماما أوكي طيب تاني فيت حكينا يتحول لألنين عن طريق ألنين الترانسفيريز وبعد هيك هذا الألنين بيغادر وبطلع على الليفر وهناك بالكي هالسايكل بقدر يتحول مرة تانية لبايروفيت وليجلوكوز وكل هالقصص طيب الفيت الثالث تبع البايروفيت هو أنه يتحول للاكتايت متى وليه عن طريق طبعا لاكتايت دي هايدوجينيز متى وليه بدي أحولها للاكتايت هلا هاي الخطوة بتصير في حال أنه ما عنا أكسجين يعني أنا عشان أخلي البايروفيت تتحول لا الاسيتل كو اي وتفوت بالتسي اي سايكل لازم أكون ضامنة أنه في عندي أكسجين حتى أقدر أكمل السايكل كاملة وأنتج اي تي بي لو ما عندي أكسجين بيقول البايروفيت أوكي كفاها الله التو اي تي بي اللي أنا كونتهم بالهايدروليس تذكروا عملية الهايدروليس هلا نحكي عن التفاصيل بس كانت بتنتج لنا 2ATB وكانت تنتج لنا كمان 2NADH تمام فخلص بيقول أوكي أنا أنتج 2ATB صح إنهم إقلال بس أنا ما عندي أكسجين ما عندي أكسجين ما في خيار أفضل إنه أعمل أكتر من هيك أوكي حاكتفي فيهم لكن الواقع أنه أنا براكم NADH وNADH إذا تراكم رح تعمل إنهبشن تكوين 2ATB فعشان هيك لازم أتخلص من 2NADH وأحول لناد بلس مين اللي بيقدر يعمل إلي هاي الخطوة Lactate Dehydrogenase Lactate Dehydrogenase هذا الإنزيم بياخد NADH وبيحول ها لناد بلس وبالتالي هيك أنا اتخلصت من الناد بلس كونت مخزون من الناد بلس فحا أقدر أحافظ على خطوة Lactate تصير مرة ومرتين وثلاثة واربعة البي هو Lactate مشكلة Lactate هو أنه يتحول لLactic Acid مادة حمضية Lactic Acid إذا تركم جوا الخلايا العضلية أو جوا Cardiac Myocyte سيؤدي لنا إلى فتيق وبالتالي Heart من العضاء اللي نوي أنه يصير فيه فتيق ممنوع لأنه حكينا لازم دائما يضل شغال فإذا فتيق يعني خلاص وقف فشو بدنا نعمل بهاي الحالة بدنا نتخلص من Lactate كيف بدنا نطلع هاي Lactate برا بدنا نوديها على Lever وبالLever بتفوت بسيكل اسمها الكوري سايكل وبهاي السايكل مرة تانية بقدر أحولها لبايروفيت ومن بايروفيت بقدر أرجعها مرة تانية Glycolysis اخر option او اخر pathway بتقدر البايروفيت تدخل فيه اللي هو هاد الباثوي من بايروفيت بقدر أحولها لأمانو أسد اسمه Oxyloacetate وهذا Oxyloacetate البايروفيت فيها ثلاث ذرات كاربون Oxyloacetate فيه أربع ذرات كاربون فهاي العملية بسموها Carboxylation Carboxylation من بايروفيت لأسيتال CoA انت بتحول من ثلاث ذرات كاربون لذرتين كاربون فاسم العملية D-Carboxylation D-Carboxylation فهاي عملية الكاربوكسylation بحولها لأوكزال وأسيتال أمانو أسد وراء استخدامات كتير هلا هون ما بيهمنا بس بدنا نعرف هذا pathway محتمل تفوت فيه البايروفيت فصار لهلأ المفروض نعرفه من glycolysis طبعا الباثويت الفاتي أسيت نحكي بتفاصيل وزيقون لكم المرة الجاي هلا كل تركيز على الجلوكوز أول شغلة يتحدث أن الجلوكوز تبعها عن طريق من لازم نعرف من 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 شروط اللازم يتوفر عشان لازم يشتغل لأن كمان نحكي عن إذا لدي ديئة شو يصير في مشاكل على الهورد طيب شي تاني لغلوكوز دخل شو بده يعمل أول شغلة أن يتعمل glycolysis طب شو الفئة أول باثوي glycolysis طب شو الفيت تبع بايروفيت البايروفيت شو بدها تدخل بأربع باثويز على الظروف المتوفرة في أكسجين في تحتاج طاقة تحول الاسيتل كو ما في أكسجين بحاجة لطاقة فهون تحول للاكتيت in order اني اتخلص من الناد باتش اذا أنا مو بحاجتها ممكن نحول ها لأوكزال واسيتيت أو ألانين وفهمنا كل واحد شو أهميته كيف يشتغل كل شي طيب هلا بدنا ننتحي من هاي الصورة ننتقل أكتر نحكي عن تفاصيلها والغلايكوليس هاي كم معلومة ايثنك انو اغلبهم انتو عارفينهم من الاندوكرين اوكي this is an important picture من السلايدات بتحكي لنا عن مصادر الطاقة اللي حتحتاجها الخلايا بالهارت كيف تشتغل أول شي حكينا احنا منعتمد على الفاتي أسد تقريبا 60% من الطاقة جاي من الفاتي أسد التفاين انو الفاتي أسد بتفوت ديفيوجن ممكن اني انا استخدمه باني انتج بالنهاية اسيتل كو اي وناداتش صح صح هلا في حكينا specific transporter اسمه CPT1 بدخل هذا الفاتي أسد جوه الميتوكندريا لحتى هذا الفاتي أسد لما يدخل جوه الميتوكندريا يتحول عن طريق البيتا اوكسيديشن لأسيتل كو اي وبينتج لنا شوية ناداتش الاسيتل كو اي بعد هيك ستدخل بالستريك اسيت سايكل والستريك اسيت سايكل رح تنتجون لانترميديات زي الناد زي الفاد هدول الناد والفاد رح يفوتوا بالالكترون ترانسبورت شين اللي برضه بتصير جوه الميتوكندريا رح ينتجون لها بالنهاية طاقة او اي تي بي طيب واتفقنا انه مستوى الاستريفايد فاتي أسد اللي برا اللي موجود بالسيرم فإذا الليفل عالي معناها الهارت شغال والأمور تمام الليفل الليل هون بيكون الموضوع بيخوف المصدر التاني الاساسي للطاقة هو الجلوكوز حكينا 35% من الطاقة رح تنتج عن طريق الجلوكوز قلنا انه تفوت عن طريق ترانسبورتر مين اللي 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 يتوفر هاي جريدي او اكون بفيد داخل الجلوكوز في الاول انا طبعا اكيد دائما نحاول لجلوكوز 6 phosphate لحتى اعمله trapping inside cells وما يصحب حاله يطلع برا مرة ثانية هلا جزء منه رح يفوت او جزء الاكبر رح يفوت بعملية Glycolysis والجزء الاخر رح حاول لجلوكوجين ستور جو هاي العضلات بالنهاية رح امشي بتن ستبس هدول هاي العملية رح تنتج لنا 2 ATB هلا و بايروفيت اكيد 2 موليكولز اف البايروفيت البايروفيت شو الفيت تبعها هلا انا اذا بحالة بحتاج فيها لطاقة كمية الATB عندي قليلة او الATB وال AMB عالية الستريت عندي قليلة هاي بحالة حاجة لطاقة فالبايروفيت يفوت وجوه الميتو كندريا ويتحول عن طريق هذا الانزيم الاسم البيروفيت دي هايدروجين از بدي يتحول الاسيتل كو اي هذا الاسيتل كو اي بعد هيك بتفوت بالستريك اسيت سايكل وبتكمل طيب لو انا طبعا هذا بشرط وجود O2 وجود O2 لو انا ما عندي شو بدي اعمل بالبايروفيت خلاص باقول بدي اضل اكون 2 80 بس عشان اللي تستمر لازم اني اشيل هدول الناد اتش وحول الناد بلوس كيف بدي اشيل هم لازم امسك البيروفيت وحول للاكتايت عن طريق للاكتايت دي هايدروجين بهاي الحالة اعمل تريجن لناد بلوس مشكلة اللاكتايت عبارة عن اسد والاسد اذا تراكم جوه الخلايا سيخربها سيغير البي اتش بالاضافة لانه بغير البي اتش بيعمل فتيج فلازم اتخلص منها اطلعها من الخلايا العضلية برا عن طريق ترانسبورتر معين وهذا الترانسبورتر بيطلع اللاكتايت لبرا اللاكتايت تروح على الليفر تحول مرة ثانية بالنهاية هاي الاتب اللي انا صنعتها بشو رح استخدمها اغلب الطاقة خلينا نقول بين 60 وال70 بالمية من الطاقة رح نستخدمها عشان العضلات تعمل كنتراكشن اكيد انتو اخدتوا الميكانزم كنتراكشن قبل المايوسين والاكتين نربطوا عبعد ويعمل كل هاي الاصص وتقريبا بين 30 وال40 بالمية من الطاقة رح نستخدمها حتى نرجع الكالسيوم مرة ثانية للساكرو بلازم كريتيكولوم اغلب الطاقة حتى العضلات تعمل كنتراكشن او ارتباط المايوسين والجزء الاقل من الطاقة رح استخدمه لحتى رجع مخزون الكالسيوم للساركومير لحتى رجع استخدمها مرة ومرتين وثلاثة وبس هذا كل شي related لشو الميكانزم شو الطاقة شو مصادرها شو رح يصير طيب وصلنا للبار اللي بنا نمرق في على السلايدات نتأكد انه غطينا اغلب المواضيع اوكي سو نحكي هيك شو عن شو الانرجي ميتابوليزم تبع الهورد اول شغلة وكابتر and utilize the primary substrates شو قصدنا به هالجملة اللي حكينا انه في عنا fatty acids في عنا glucose ketone and amino acid بعدين بدي اجي احللهم الى ميتابولايت قولنا انه الكمون ميتابولايت اللي هو Acetyl-CoA وبعد هيك الـ Acetyl-CoA بدي ادخلها بالTCA سايكل بعد ودخلنا بالTCA سايكل رح وندخلهم بعملية Oxidative Phosphorylation وحكينا انه القلب يعتمد اعتماد اساسي على وجود الاكسجين فكمان احنا احكي عن اشياء طب اذا الاكسجين مش متوفر حكينا بروح على Lactate بس هذا الاشي كتير سيء كتير بيخر بالهارت يعني عشان هيك مثلا لما واحد يجينا عنده اول خطوة اول اكسجين بس انتو خليها ببالكم انه اذا ما عندي اكسجين كل اشي رح يخرب كل اشي بيعتمد على Oxidative Phosphorylation الا pathway lactate فرح اصير هون على المصدر للانرجي بدل ما انا كان fatty acid اكسجين يصير الكاربوهايدرات ويصير اعتمد على تحويل على lactate فهذا الاشي ما بيقدر يضاين عليه الهورت لفترة طويلة هم كم دقيقة وخلص بصير في عنا ischemia وdeath على Cardiac Myocyte تمام فبس بفوت بالoxidative Phosphorylation بعد هيك Loxidative Phosphorylation بالATC cycle النهاية تبعتها اني انا اكون ATP هلا الفكرة انه انا اكون ATP صح صح هذا ATP انا ممكن اكون يعني لازم الهورت يكون بحالة تكوين ATP مستمرة ما يوقف ما يوقف وحتى لازم كون شوي اكتر من حاجته طب اللي اكتر من حاجته اللي ما عم بيستخدمهم دارك اللي شو بدوا يعمل فيهم الATB اشي اتعاملوا معه انه عنصر طيار اذا موجود بسرعة رح يطير فلازم يكون في طريقة تكابتشر الطاقة اللي موجودة بالATB واني اخزنها بصورة تخزين سريعة انه مجرد محتاجة بسرعة هيك افكها واعملها شو هاي صورة التخزين العضلات عندها اشي اسمه كرياتنين في مركب فيها اسمه كرياتنين وهذا الكرياتنين للسيمبليستي احنا حكي عنه سي هذا الكرياتنين بيقدر يأخذ الطاقة اللي موجودة بالATB هاي صورة تخزين صورة تخزين اوكي من اللي بيعمل هاي الخطوة انزيم اسمه كرياتنين كوينيز كرياتنين كوينيز فاذا في عنا كرياتنين كوينيز بيعمل كابتشر للطاقة اللي بالATB طبعا الATB بتحول لأتيها لADB ADB Low Energy اوكي فالفكرة كالتالي انو الATB رح اخذ الطاقة اللي فيها عن طريق مجرد ما احتاج هاي الطاقة يعني مجرد وانا عم بصنع ATB وشوي المستوى الATB اللي عندي على طول بفك الفوسفيت عن الكرياتنين الفوسفيت برتبط مع ADB ورجع بتحول الATB فهاي العملية موجودة بالخلايا تبعون الهورت لحتى انو ما اضيع طاقة علي ما اضيع اذا عم بكون ATB اكتر شوي من حاجتي انو ما اضيع اكتفقنا انو اكتر من 30% من حجم المايوسايت عبارة عن ميتوكندريا انو الميتوكندريا من اهم الورجن اذا شفنا قدائلها وظائف مهمة انو تسير جوا هاي المايوسايت اوكي هلا حكينا وقلتلكم انو الاكسوجين من اهم الكمبوننط من اهم الريكوايرمنط عشان انتش طاقة بالكارديك مايوسايت يعني لما يكون القلب شغال هلا فيه نقطة بس خلينا اوضحي لكم اياها هلا الاكسوجين بيمشي على صورة غاز او محمل واكي مع الاربيسيز مع الهيموقلوبن يعني في صورتين للأكسوجين يام غاز ذائب في الدم او اكسوجين محمل مع الهيموقلوبن ماشي بالدم صح جوا الاربيسيز هلا فيه كمية اكسوجين رح تروح لكل عضو اوكي فيه كمية اكسوجين رح تروح لكل عضو صح طيب هاي الكمية دائما اكتر من الحاجة يعني خليني اعطيكم مثال الكيلة الكيلة كل خلية بجسلنا بتحتاج طاقة صح وبالتالي بتتاج اكسجين عشان تنتج طاقة فالكيلة مثلا خلينا نفترض عم بيجيها 100 اكسجينة تستهلك منهم يمكن 25 بس متخيلين نيجي نقارنها بالقلب القلب وهو بحالة شغل بيجي 100 اكسجينة بيستهلك منهم ابتو 90 اكسجينة يعني ابتو 90% من الاكسجين اللي واصل للهارت فعليا رح استخدمه ففيه كومني كوشنز بيحبوه كتير بالامتحانات بيحبوه كتير باليو اسيميليز والبلابس انه مين هو اكتر اورغن بيعمل اكستراكشن للأكسجين من الدم او من خلايا الدم الهارت مين اكتر اورغن بيستهلك اكسجين من اللي واصل الهارت او بيستهلك كمية اكسجين مقارنة مع الاثر اورغنز الهارت فهيه المعلومة نوصلها هون انه الهارت اذا شغال فحريستهلك 80 او 90% من كمية الاكسجين اللي واصل اله مقارنة لنبيعية اورغن تاني والاورغن التانيين الماكسموم انه يستهلكوا ممكن 50% من الاكسجين اللي واصل الهم وبيت الاكسجين عادي ما بيستهلكها هاي بحالة لما يكون شغال اما بحالة الرست الهارت مش شغال انت نايم انت ما عم تحتاج الضغط دم كتير للهارت الكارديك اوتبوت قديل فممكن توصل لعشرة او خمسة سوري بين 15-25% زي بقية الاورغنز بترجع زيك زي بقية الاورغنز من كمية الاكسجين اللي عندك عم تستهلكها اوكي فاذا اهم واكتر اورغن بستهلك اكسجين هو الهارت طيب اتفعنا كمان انه الهارت من اهم واكثر الاورغنز اللي بتستهلك طاقة فهو اكتر اورغن بستهلك اكسجين ليه عشان هو اكتر اورغن بستهلك طاقة فالفكرة انه انا بستهلك الاكسجين عشان انتش طاقة فمن هون اجت هاي الفكرة انه في عنا 95% من كمية الطاقة التي تنتج من خلال او التي تنتج عن طريق القلب هي تنتج باستخدام الاكسجين عن طريق الاكسجين وهذا الحكي احنا اتفقنا عليه 5% بس ممكن انت تنتجها طاقة ATB تنتجه بدون حاجتك للأكسجين زي اللاكتايت مثلا او زي عن طريق الجليكوليسيس وبعدين احولها للاكتايت لكن الاعتماد الاساسي على الاكسجين الاعتماد الاساسي على الاكسجين فعشان هيك لو دخلنا باسكيميا ايش يعني اسكيميا؟ يعني ما في enough blood عم بيوصل للكارديك مويوسايت وبالتالي البلد حامل الأكسجين فما فيه اكسجين enough عم بيوصل للكارديك مويوسايت وبالتالي ما فيه اكسجين فوسفوريليشن enough فما فيه انتاج للطاقة فما فيه كارديك وورك فعشان هيك بيموت الانسان ما فيه ضخل ما فيه بومبينج اكتيفتي فهي هي اللينكينج بين الATB بين الاكسجين بين الطاقة بين الهارت لازم تكون انه هيك بالback of your mind دائما تفهموا هاي الشغلة عشان تفهموا الميكانزم والبعث الفيسيولوجي للإسكيميا والكارديك إسكيميا والمي كيف يصيروا اتفقنا انه 60% من الطاقة اللي رح نستهلكها بتكون عن طريق الفري فاتي أسد واتفقنا انه هذا الفري فاتي أسد بيكون ماشي بالبلاد وعرفنا من وين مصادره وحكينا فكرة انه النون إيستريفايد الفري فاتي أسد بالبلازما ترفلكت الكارديك فونكشن يعني اذا عشان عرف انه والله الهارت رح يشتغل بصوره تمام شوف قدي نسبة الفاتي أسد فإذا كانت تعالي معناها فيه enough source of energy للهارت انه يشتغل الشي التاني حكينا 35% كاربوهايدريت واتفقنا انه 50% هي عبارة عن كيتونز and amino acid حكينا انه 60% ل70% من الطاقة رح نستهلكها عشان نعمل كونتراكشن عشان هاي الخطوة تصير اللي هي المسل كونتراكشن بدها ATP و 30% ل 40% هي عشان نضخ الكالسيوم بعد ما ينتهي الكونتراكشن ولا بفقد الكالسيوم اذا ما ضخيته اتفقنا انه الانترميديت هو انه نكون اسيتل كو ايج والميتوكوندريا بعد هكي ندخلها بالتي سي اي سايكل والتي سي اي سايكل هتكون لنا نادو فاد والنادو فاد نستخدمهم بالالكترون ترانسبورد شين وننتج بالنهاية الاتب وهي الاتب رح استهلكها حكينا 60% باربعين واذا اكتر من حاجتي رح اخزنها مع الكرياتين على صورة فوسفو كرياتين لوقت الحاجة هلا من وين بيجينا هذا الاسيتل كو ايج اتفقنا انه تقريبا في عندي 60% جاينا من الفاتي اصد فري فاتي اصد او الانيستريفايل الموجودة بالبلازما بره بتدخل جزء رح يتخزن على صورة تريق بسراعد والجزء الثاني رح يفوت على الميتوكوندريا يصير في الو بيتا اوكسيديشن ويعطينا اسيتل كو اي النوع الثاني من الانرجي المصدر الثاني هو الكلوكوز الكلوكوز حكينا بدها تدخل عن طريق غلوت فور وغلوت كمان بنسبة اقل وحكينا انه بدها تفوت الغلوكوز بده جزء منه يتحول لغلايكوجن والباقي بده يفوت بالغلايكوليسيز والغلايكوليسيز تحول لبايروفيت والبايروفيت رح حاولها لأستل كو اي او اشياء تانية لو انا مش بحاجتها وهي بالنسبة للغلايكوجن اللي كان قريدي مخزن اما بالنسبة للمصادر الاخرى بقدر اجيب البايروفيت مبررة وادخلها دايريكتلي بجيب اللاكتيت وبدخلها وبستهلكها بحولها مرة تانية لبايروفيت وبايروفيت ورجع دخلها بالأستل كو اي حسب شو مصادر الطاقة اللي موجودة عنا واخر شي قلنا 5% عبارة عن كيتون واماينو اسد اوكي هاي الصورة اريدي احنا حكيناها طيب هذا الحكي كله حكيناه حكينا عن السيتريك اسد سايكل او الكريبس سايكل كلياتها بتعتمد على الأستل كو اي واتفقنا انه المصدر اللي تحصل الأستل كو اي لستين بالمية جاينا من الفريفاتي اسد وابتو 35 او 40 بالمية جاينا من لايكولوسيز واشياء تانية بالمختصر يعني لاكتيت بايروفيت فريفاتي اسد كيتون امانو اسد بنهاية تابعونهم هو اني اجيب استل كو اي ادخلها بالكريبس سايكل كريبس سايكل رح تنتج لنا نادو فاد وقالنا انه اللفة الوحدة رح تعطينا تقريبا عشرة اي تي بي رح اجيب هدول النادو الفاد رح ادخلهم بالنهاية بالالكترون ترانسبورت شين وانتج من اللفة الوحدة عشرة اي تي بي حكينا عن الجلوكوز كمصدر للطاقة هلأ احنا كل حكينا عن الجلوكوز اللي هي 35 بالمية من الطاقة طبعة الهورت بتتكون جاي من الجلوكوز اتفقنا انه الجلوكوز مصدره الاساسي هو من برة اوكي مع احتمالية استخدام الجليكوجين ستور اللي انا قريدي دخلت من برة اللي ما استخدمته بالجليكول خزنته على صورة الجليكوجين فيا اما اللي داخل من برة او بنسبة كتير قليلة لجليكوجين اللي مخزن جوه المايوسايت نفسهم رح استخدمهم باني ادخلها بالجليكولوسيز وانتج منها طاقة ادي عنا كمية جليكوجين مخزن كتير قليلة يعني لو بدي اقارن كمية الجليكوجين بتخزن يا بالعضلات يا اما بتخزن بالليفر صح? اكتر ما كان بيخزن هو الليفر وبعدها بتيجي العضلات هلأ العضلات خلينا نقارن بين different types of muscles فمثلا straighted muscle بتخزن 30 مليمول الكارديكمايوسايت الوحدي بتخزن مقارنة مع 150 بالسكريت المسل فباسيكلي الكارديكمايوسايت بتخزن خمس اللي بتقدر تخزنه السكريت المسل انتبهوا على هذه المعلومة طيب اتفاني انه بعد هيك الجليكوز المفروض انه يفوج والكارديكمايوسايت عن طريق الجلوتفور باسيكلي يعني واتفاني انه هاي الجلوتفور تعتمد على ثلاث شروط واحد وجود الانسلين اتنين انه يكون في عنا concentration gradient ثلاثة انه يكون في هلا work demand او يكون في عنا حاجة لهذا الجلوكوز انه يدخل وفي عنا الجلوتفور حاد بتيجي ازا اكسسوري بس مش المين اتفقنا انه عملية اللي كوليسز راح تنتجلنا من جلوكوز سيكس فوسفيت اول شي يدخل عنا الجلوكوز تحول لجلوكوز سيكس فوسفيت بعدين بدخل بكمان تسعة ستبس النهاية هي انتاج البيروفيت زائد اتنين اي تي بي زائد اتنين ناد اتش واتفقنا انه انا بحتاج عشان اعملي جلوكوليسز يضل عندي مخزون من الناد بلس عشان اقادر اعملي جلوكوليسز انتاج بايروفيت انتاج تو اي تي بي تمام تمام مين اللي بينتجلي بالزبط هدولي الناد اتش الانزايم اللي اسمه غليسيرال ديهاي تلاتة فوسفيت ديهايدوجينيز للاسف انه لازم تحفظوا هذا الانزايم واحد من الستبس يمكن الخطوة السادسة خطوة رقم 6 كانت هاي الخطوة بتستهلك ناد بلس بتكون ناد اتش وبتكون الباي برودكت اللي بعدها بطريق اني احولها لالبيروفيت طيب هلا الفكرة كالتالي انه عشان انا قادر احافظ على عملية الجلوكوليسز لازم يضل في عندي خزان من الناد بلس كيف بدي ارجع هاد الخزان من الناد بلس هاد البايروفيت لما انا بدخله بحوله لأستيلكو اي أستيلكو اي بعدنا بدخلها بالتي سي اي سايكل بنتج منها ناد اتش وناد اتش بعد هيك كلياتهم اللي كونتهم بكل المراحل من الكلوكوز لحد ما اوصل الاليكترون دراس مور تشين رح ااخد كل الاليكترونات اللي فيها واحولهم مرة تانية للناد بلس so the main process of regeneration للناد بلس هي oxidative phosphorylation طيب لنفترض انه انا ما عندي oxidative phosphorylation انا بستيت ما عندي اكسوجين اصلا طيب كيف بدي ارجع عمل regeneration للناد بلس لحتى اقدر اكمل الجليكوليسز مرة ومرتين وثلاثة وما توقف لانه اذا تراكم عندي الناد اتش رح يروحوا يعمل inhibition لهذا الانزويم اللي حكينا هاي الخطوة رقم ستة اللي بتكون لنا اشي مركب رقم سبعة ومركب رقم سبعة رح يتحول بالنهاية لبايروفيت فاذا هاي الخطوة صار لها انهبشن وقفناها ما رح اقدر اكون بايروفيت فرح توقف الجليكوليسز هاي الخطوة استمراريتها بتعتمد على اني انا يضل عندي خزانة من الناد بلس طيب اذا خزان الناد بلس راح وصار في عندنا هاي لفل افناد اتش هاي الخطوة رح توقف فكيف بدي ااجي اتخلص من هاد حكينا الخطوة الاساسية اوكسيداتف فوسفوريليشن طيب اذا ما عندي اكسوجين اتفقنا عن طريق الاكتات باخدو البايروفيت بحولو للاكتات وهاي الخطوة بتكون عن طريق الاكتات هاي الخطوة بتستهلك ناد اتش وبتحولها لناد بلس وبهاي الحالة انا الهدف من اني احول بايروفيت للاكتات مش انتاج طاقة مش انتاج اي تي بي الهدف فقط ري جنريشن لناد بلس اوكي فthis is very important aspect او thing to think of هلا هاي المعلومة الها اهمية كلينكية whenever you have ischemia ischemia باي مكان بدكم يا بالجسم بقول ischemia عندكم مثلا cardiac ischemia kidney ischemia whatever ischemia من اهم الماركرز تابعونها بنطلب lactate level ischemia شو معناها معناها ما في اكسجين عم بيروح ما في بلد عم بيروح لهذا الورغان ما في بلد يعني ما في اكسجين بيروح لهذا الورغان ما في اكسجين كل العضاء بتعتمد على oxidative phosphorylation so ما في اكسجين يعني بدي طاقة كيف بدي انتج طاقة عن طريق اني انا اعتمد على anaerobic glycolysis وانتج اللاكتات وبالتالي حتلاقي هادول الاشخاص عندهم very high level of lactate also very high level of nad H لانه عم بيتراكم الناد H ما في طريق يعني قد ما اللاكتات دي هيدروجينيز عم بيحاول يشتغل عم بيحاول يرجع الناد H الناد بلس ما رح يقدر يرجع كل الناد H انتو ناد بلس ف two markers that indicate ischemia بتحفظوهم زي اسمكم lactate و الناد H اذا شفناهم موجودين بلفل عالي بالجسم معناه انو انا في عندي اسchemia هلا هون الصورة ما لها دخل بالكلام المكتوب هون صراحة بس خلينا ننكد هيك ع كم نقطة على الصورة كل هاتها معلومات احنا حكيناها basically يعني حكينا الجلوكوز بدنا ناخده من بره الجلوكوز بده يفوت عن طريق glot 4 أو glot 1 بده يدخل لجوه اول خطوة يحول لجلوكوز 6 فوسفيت عن طريق خطوة irreversible اللي هي الهيكسوكينيز بعد هيك الجلوكوز 6 فوسفيت بدها تعمل كمان 9 ستبس وبالنهاية بينتج عندنا pyruvate 2 ATP وبينتج عندنا ناد اش لا تنسوها اوكي هلا بالنهاية هذا البايروفيت الو اكتر من فيت طبعا هالخطوة كلها بتصير بالسايتو بلازم هلا البايروفيت اذا انا بحاجة لطاقة اذا انا ما عندي مثلا عندي low ATP اذا كان في عندنا high AMB اذا انا high ADB هدول كلهم معناهم انه لو طاقة اذا كان في عندنا low citrate فكل هاي الشغلات بتحكي انه انت عندك لوفل الطاقة عندك قليل انتج طاقة كيف بدك تنتج طاقة وتودي هذا البايروفيت على الميتو كوندريا بتفوتها ببايروفيت دي هايدروجينيز انزايم بتحولها الاسد الكو اي بعد هيك بالتسي اي سايكل تسي اي سايكل رح ادخلها رح انتج كتير شغلات الاند رزلت وانه انتج تقريبا 36 ATP انتج H plus انتج H CO3 minus ويطلعوا كلياته من ابره بغض النظر يعني هاي هي الخطوة الاساسية تقريبا طبعا هاي العملية بدها اكسوجين اوكي لا ننسى اما الاثر فيث تابعون البايروفيت اذا انا ما عندي اوكسوجين فرح اضطر ان البايروفيت احولها للاكتايت وهاي الخطوة الهدف منها مرة تانية تجنرات الناد بلس اللاكتايت بعد هيك بتقدر تطلع لبرا عن طريق certain transporter لازم تحفظوا اسمه mono carboxylate transporter MCT mono carboxylate transporter لحتى اللاكتايت يطلع لبرا يروح مرة تانية على يتحول عن طريق نحتاج او اصير اعتمد بشكل اساسي على اللاكتايت كون ان هاي level لا لدي بلوكوز فأصير اضطر ادخل اللاكتايت لجوة احول مرة ثانية لبايروفيت وبعدين استخدم اوكسوجين باني انتج منها طاقة او ATV حسب شو level الانرجي او موجود عنا بس هاي هاي الافكار الاساسية بهاي الصورة طيب نتذكر خطوات الregulation هلا هادا كلو الحكي هاي محكي بالnext slide so let's go to the next slide اوكي اذا بتذكروا كان عندنا الخطوة الاولى اللي هي احول من glucoz into glucoz 6 phosphate بعد هيك اني بدي اعمل isomerization into fructose 6 phosphate بعد fructose 6 phosphate بدي اضيف بدي احول لفريكتوز 1 6 بس phosphate صح هاي الخطوة اللي هون هي rate limiting step وكان بتصير عن طريق هذا الانزام اللي اسمه phosphofrictokinase 1 phosphofrictokinase 1 يعني بتضيف phosphate على الذرة رقم 1 بالفريكتوز هاي الخطوة rate limiting step هي اللي بتحدد المسار من glucoz للبيروفيد اللي هي الهدف منها انتاج الطاقة شوفي اشي حيعمل لنا positive effect رح يزيد لنا من هاي الخطوة انها تصير اولا انه انا يكون في عندي level عالي من glucoz عشان تصير هذا high glucoz شوفي indicator لانه والله عندك high level glucoz مركب اسمه frictose 2 6 ايش معناه هذا frictose 2 6 او كيف اتreflex انه انا عندي high level of glucoz عندي كمية glucoz فمو كليات رح يتحول لواحد 6 هون لا في جزء تاني رح يعمل هيك pathway من هون ويتحول لاشي اسمه 2 6 وهذا 2 6 اذا كان high level معناه انه عندي glucoz فبالتالي بدي هذا المصاري يضل شغال فبي يعمل positive effect الشي الثاني غير انه يكون عندنا high level glucoz يكون في عندي low level of energy مش الهدف الاساسي اني انا اكون طاقة من خلال هذا pathway شوف اشياء تدل انه انا عندي low energy اول شغلي انه يكون في عنا high level of a mb high level of adb high level of low level of citrate كلها بتدل انه انا عندي low energy فامشي pathway وصنع كمية frictose 1 6 اكتر وبالتالي pyrovate اكتر طيب شوف شغلات رح تعمل inhibition رح تمنع هذا pathway يصير اذا عندنا high level of energy يعني اذا في انا high atb اذا في انا high straight which indicate انه برضو انه high level of atb او high level energy فكل هاي شغلات رح توقف هذا pathway هذا اللي هو pathway التاني انا بدي ااجي ااخد هذا frictose 6 احول ها لفريكتوز 2 6 عن طريق انظيم ثاني اسمه phosphofrictokinase 2 هاي المعلومات كلها انتو بتعرفوها من الاندو وفي اشياء بتشتغل عليه positive في اشياء بتشتغل عليه negative positive اللي هي كتير kinases كوينيز 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 هو نفسه فريكتوز 2 6 انه بتشتغل positive اثيكت طيب هاي هاي الاشياء حكيناها بالسلايد القبل هان التفاعل انه البيروفيت لما بيتصنع شو المصير تبعه حكينا انه ممكن ادخله ب احول من بيروفيت لأسيتل كوينيز وهي التفاعل تلكم ان اسمه decarboxylation انا بنزع ذرة كربون وحكينا انه هاي العملية تصير عن طريق البيروفيت dehydrogenase وهي العملية تنتج لنا ناد اتش ففي عندي 2 بيروفيت من 1 غلوكوز يعني في 2 ناد اتش رح تكون بها العملية الاشياء التانية الممكن استخدم فيها البيروفيت اللي هي carboxylation اضيف عليها كمانذرة كربونية وحاولها لأوكزالو أسيتيت حكينا انه ممكن احاولها للاكتيت عن طريق لاكتيت dehydrogenase واخر شي الخطوة الرابعة لا تنسوها الالنين عن طريق الالنين transferase طبعا هون ما في اشي جديد اتفاعل انه البيروفيت essential step رح تتنظم او البيروفيت dehydrogenase essential step لحتى نظم glucoz metabolism اتفاعل انه اتسموها complex of enzymes في كتير co-factors بيشتغلوا بهاي الprocess زي فاكتر بي 1 بي 2 بي 3 برضو في عنا ال co-enzyme ال co-enzyme A وفي عنا كمان اللايبوك الايبوك هدول كليات بدخلوا كا co-factor بالبيروفيت dehydrogenase فاخلصنا من فكرتها بالنسبة اللاكتيت حكينا كتير عنها متى بحتاج اني اكون اللاكتيت شو مشاكلها اللاكتيت لازم تطلع بره المايوسايت لانه رح تأثر على البيئاتش رح تنزل البيئاتش لو ضلت رح تأدي الى فتيقة على العضلات فلازم يتوفر transporter وقلنا انه اسموه monocarboxylate transporter بضخ اللاكتيت بره المايوسايت حتى يوديها على circulation حتى تروح للليور وترجع تتحول بالكوري سايكل الانترميديات ثانية زي البيئروفيت وزي اللاكتوز وتفاني انه هذا المونو transporter بشتغل بمعنى اوكي انا اذا بحالة ما عندي اكسجين كفاية فبالتالي انا اعتمد على الـ اللاكتوز اللي بتكون على اللاكتوز واحتاج على مصادر ثانية للطاقة لنفترض ان الحدا بحالة starvation عم بيعتمد على الفاتي اصد عم بياخد ها عم بيانتج منها طاقة للهارت ما عندي غلوكوز فحاسير اعتمد على مصادر ثانية للطاقة ومن ضمن ها اللاكتوز بصير الليفر يعطينا كتير لاكتوز فبترجع تاخد هالميوسايت اللاكتات بتدخيلها عن طريق الترانس بورتر اللي هو مونوكاربوكسيليز مونوكاربوكسيليز ترانس بورتر واللاكتات بتقدر مرة تانية جوى الميوسايت انها تريفيرس وتتحول مرة تانية للبايروفيت ومن بايروفيت ارجع مرة تانية احولها لبايروفيت دي هايدروجينيز انتو أسيت الكوئي والأسيت الكوئي تدخل هاي العملية يعني من لاكتات لاني انا احولها لمصدر للطاقة بتنتج لي 15 اي تي بي 15 اي تي بي فان موليكول اف لاكتات هذا الحفظ وان موليكول اف لاكتات والبروديوس 15 اي تي بي بالضبط من وين جايين اوكي هلا من لاكتات اللي هو دخل من هون لبايروفيت احنا حكينا انه من بايروفيت للاكتات بياخد الناد بي اتش بيحولها لناد بلس فبالتالي من لاكتات لبايروفيت العكس بياخد ناد بلس بيحولها لناد اتش فبالتالي هاي انتج اتش من بايروفيت لأسيتيل كو اي هلا هاي برضو كمان موليكول في ناد اتش وبعد هيك الاسيتيل كو اي لما بتدخل بالتي سي اتفقنا انا بتكون لنا 3 ناد اتش 1 فاد اتش 2 1 اتبي فالتوتال انو انا رح يصير في عندي 5 ناد اتش 1 فاد اتش 2 1 اتبي فبالتالي التوتال 15 وهيك انتجنا من 15 اتبي هاي الحالة متى بنستخدمها او متى بيعتمد عليها الهارت برجعه بعيد مش اشي عادي مش اشي بالظروف العادي بالظروف الاستثنائية ما عندي مصادر طاقة اساسية اعتمد عليها فبصير اعتمد على اشياء ثانوية اوكي طيب بدنا نحكي هلا عن 2 situations ممكن يتعرض الهم الهارت والادابت الهم ال situation الاول لو انا ما عندي اكسجين انا عندي مصادر طاقة عندي غلوكوز عندي free fatty acid عندي كل اشياء طاقة بس ما عندي اكسجين كيف بدي انتج طاقة حكينا ما في اكسجين يعني خربنا ام الدنيا بيسيكلي حكينا احنا بنعتمد 95% بانتاج الطاقة على الاكسجين اللي بدها اكسجين فانا خربت هدول 95% اللي احنا شرحناها صلنا بنشرح فيهم ساعة سو بيصير كل الاعتماد على الايروبك اللي بنتج لنا بس 2 ATPs من تحلل لجلوكوز انتو بايروفيت وبعدين من بايروفيت للاكتيت اوكي فهون بيحكينا انه انا اذا كنت بحالة ما عندي اكسجين انا بانايروبك سيتيواشن بيصير الفيفر تورد الكاربوهايدريت يعني المعادلة بدل ما كنا نحكي انه اعتمادنا بشكل اصاص 60% فاتي أسد 35% كاربس هون بيصير في عندي يمكن 95% اعتمادنا على الكاربس ما في استهلاك للفاتي لانه هذا الاستهلاك بده اكسجين حتى استخلص منه الطاقة فبسير من المصدر الاساسي للطاقة بحالة انه انا ما عندي اكسجين المصدر الاساسي للطاقة هو الكاربوهايدريت كيف رح استخدم او استخلص الطاقة من الكاربوهايدريت ان ايروبك اللي بينتجلنا لاكتك اسد لاكتك اسد للاسف جدا سيئة على الهورت فلازم تتوفر بميكانيزم اني اتخلص منها وللاسف بتكون يعني هاي الميكانيزم ما بتقدر تتخلص من كل كمية اللاكتات فبالتالي الهورت مرح يقدر يضاين كتير على الانيروبك جليكولس داي 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 خلص دخلنا بميوكاردي اسكيميا وانفاركشن اوكي طيب نحكي عن الميوكاردي الميوكاردي شو بده يصير احنا متفقين ان المصدر الاساسي بالظروف العادية هو الفاتي اسد طب اذا كان فيندي too much carbohydrate عم بتدخل على الهورت او متوفرة بره too much carbohydrate يعني glot4 حكي too much carb يعني too much insulin يعني too much uptake لالجلوكوز inside الكاردي ميوصايت اوكي دخلت كتير وانا ما بدي اعتمد عليها طب شو بدي اعمل بهاي كمية الجلوكوز 6 phosphate اللي تراكم جوا الكاردي ميوصايت جزء منها رح احولها لجلايكوجن اوكي مفهوم لكن في خزان معين لجلايكوجن بقدر استوعبه up to 30 مليمول اكتر من هيك ما بقدر تراكم عندي G6P شو بدي اعمل فيه في اكتر من باثوية يمكن اتخلص من G6P وقتها اول واحد اني ادخلها باشي اسمه BBP pathway البنتوز phosphate pathway او ال H&B شونت هاد ال H&B شونت اذا بتتذكروا شو كان نواجه شغلتين ناد بي اتش وهاد الناد بي اتش كنا نستخدمها as a reducing substance يعني اتخلصنا من oxydative phosphorylation او free radicals واهمها انها تعمل regeneration للجلوتافيون فبدون الناد بي اتش رح يصير عنا كل الجسم عرضة للfree radicals وهذا اشي سيئ جدا فهي اول طريقة او اول ناتج من ال PPP pathway الناتج التاني كان ال ribose 5 phosphate او السكريات الخماسية اللي مضيوفة عليها phosphate وهاي السكريات الخماسية كان في عنا مثالين في ال ribose 5 phosphate او ribulose 5 phosphate اللي كنا نستخدمها بتصنيع نيوكليوتايد اوكي والنوع التاني في شي موكزيلوز سو متل ما حكينا صار في عنا ال end product التاني هو السكر الخماسي ريبوز او ribulose اللي نستخدمها بالتصنيع نيوكليوتايد ونيوكليوسايد والنوع التاني هو اللي يستخدم هذا transcription factor بدكم تحفظوهم اوكي فهاي اول طريقة للتخلص او خلنا نقول تاني طريقة غير اني او خلنا نقول فعليا تالت طريقة الطريقة الاولية ندخلها بجلايكولوس كتير طريقة تانية اخزن جزء من هذا الكلوكوز على صورة غلايكوجين طريقة التالت ادخلها بالبي بي 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 باثوي وانتج منها باي برودكت مفيدين الطريقة الرابعة او الياس رابعة اللي هي ندخلها باشي اسمه البوليال باثوي ايش يعني البوليال باثوي اخذ هذا الكلوكوز واحاوله لفورم تاني بيسموها الالكوهول ديريفتف من الكلوكوز او الالكوهول ديريفتف من الشقر فهون الغلوكوز تدخل بهذا البوليال باثوي عن طريق انزيم اسمه aldose reductase تتحول للإكوافلنت الكوهول اللي هو اسمه الصوربيتول صوربيتول طيب شو اهمية هذا الباثوي شو وظيفة الصوربيتول كيف يشتغل الصوربيتول شو فكرته النون خلص النون بتكفي مش معروف مش معروف شو تأثيره مش معروف شو مضاره مش معروف شو استخداماته بس خليها ببعلكم ان هي طريقة من طرق التخلص من الجلوكوز 6 فوسفيت لما بيفوت جو الخلايا ووجدوا انه الصوربيتول هذا كتير بيكون موجود بحالات بيسموها اسكمية على الميوسايت بعدين نرجع نوصل يعني اطع البلد سبلاي ورجعنا وصلنا اعطينا ثرومبوليتك اللي هي اشي يحلل الخثرة او شلنا القثرة فرجع الدم وصل للميوسايت فبيلاقوا انه في هاي لف صوربيتول يعني هذا البلد يشتغل كتير طب هاد الصوربيتول شو دخلوه بيعمل انجي مش معروف لكن بس خلوها ببعلكم انه هذا رابع طريقة من طرق التخلص من الجلوكوز خلا نقول الشفت او الشن تبع الجلوكوز خامس طريقة للتخلص هي انه نستخدم مش جلوكوز 6 فوسفيت المراكب لي بعده G6 فوسفيت حق هنا بتحول لفلكتوز 6 فوسفيت ففيني استخدمه بتصنيع مادة اسمها هلا بعرف انه الاسم بزنخ شوي بس خليها ببعلكم اشي اسمه يوريدين دايفوسفيت ان اسيتالي جلوكوزامين هاي المادة تستخدم بعملية تصنيع البروتينات هاي البروتينات في عنا احيانا هاي البروتين هاي الاماينو اسد اللي موجود هون وهون نحتاج نضيف عليه يا اما جلوكوز يا اما ممكن احيانا نضيف عليه فاتي اسد عملية اضافة الجلوكوز بتصير بيش اسمه all-linked glycosylation all-linked glycosylation فالintermediate يعني انا ما اجي اضيف جلوكوز على الاماينو اسد بده يكون بصورة يوريدين دايفوسفيت ان اسيت الكلوكوزامين اوكي فبس وبعدين بصير اكبر هاي المجموعة اللي عم بضيفها على الاماينو اسد فممكن استخدم الجلوكوز باني اصنع بروتينات مضيوف عليها كاربوهايدريت شو استخدامها شو اهميتها ما بتهمنا لكن هاي كانت مشاهدة من المشاهدات هلا هدول الخمس مشاهدات اللي شفناهم متى بنشوفهم كتير لما يكون في عنا زي ما قلنا very high level of glucose بالسيرم يعني بجماعة ال-DM جماعة ال-DM بتلاقي انه في كتير جلوكوز جزء منه رح ادخله جزء منه رح اخزنه على صورة جلايكوز جزء منه رح ادخله على صورة او احاوله لهذا اليوريدين جزء منه رح ادخله بالبولي الباثوي واحاوله لسوربيتول جزء اخير رح ادخله بالPPP شونت واحاوله لريبوز فايف فوسفيت وبرده كمان ممكن انه ننتج الناد بيج فهاي المشاهدات بنشوفها انه خلايا الميوسايت تبعون الهارت قادرين انهم يعملوها في حال كان فيه انه very high level of glucose بس هيك بنكون خلصنا هاي المحاضرة بتمنى انه يكون كل شي واضح وسلس وسهل عليكم الدكتور شرح بهاي المحاضرة سلايدين من الموضوع التاني لكن حنأجلهم للمحاضرة الجاية حتى نشرح الموضوع كامل وبالتوفيق